كشف تقرير حديث وجهة النظر والتوصيات النهائية للجنة الخدمات في مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان هذا عن توصيات جديدة ناقشها وصوت عليها المجلس حيث طلبت اللجنة من الإسكان الإسراع في تفعيل رسوم الأراضي البيضاء بشكل أكثر جدية من خلال تعديل الخطة الزمنية التي تتبعها الوزارة في هذا الشأن وأن تتضمن تقاريرها المقبلة حجم الفواتير التي صدرت والمبالغ التي تم تحصيلها وأتت التوصية الجديدة بعد مناقشة وزير الإسكان تحت قبة الشورى منتصف رمضان الفائت وأيضم لي في الستوديو الدكتور غازي العباسي الأكاديمي والمتخصص في شأن العمراني ومستشار التطوير العقاري حقيقة لدكتور غازي يا مرحبا شكرا لكم على استضافة العفو يا سيدي الله يرد أنت كيف شايف موضوع رسوم الأراضي البيضاء؟ هل الوزارة نائمة فيه كما يقول البعض؟ أو أنه إلى الآن الصورة ما تبلورت للناس وعشان كذا صاير فيه يعني الناس قاعدين يقول الوزارة لا زالت إلى الآن ما حطت عينها على هذا الموضوع بشكل كامل؟ بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة أنا أعتقد أن الصورة ما هي واضحة لأنه كثير كان يعول على موضوع الرسوم وأعتقد أنها ما كانت بالمعول الرئيسي في تأثير على سوق العقار هي تمثل جزئة بسيطة وكان التعويل عليها كبير جداً وخاصة أن نتكلم على مخططات كان فيه ضبابية في الرؤية وطبعاً الرسوم الأراضي تمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى على المساحات الكبيرة داخل نطاق العمراني واتدرج إلى مساحات عشر آلاف وما دون العشر آلاف إلى المرحلة الثالثة إلى القطعة الصغيرة إحنا ما شعرت أنه فيه في المرحلة الأولى كان فيه ما يسمى بالإنتاج القوي دعونا نسميها بالمفهوم الآخر أنه عندنا نتيجة قوية ملموسة أثرت على العقار فيه تأثير على أسعار العقار لكن ليست رسوم الأراضي هي من لعب الدور هذه حتى نقيس القياس ماذا يلعب هذا الدور؟ طبعاً الظروف التي مرت فيها الاقتصاد حالياً الآن من قلة السيولة وبرامج الرؤية التي حقيقة ساهمت في تأثير على خروج الأجانب أثرت بدور كبير جداً على التخفيض في أسعار الوحدات العقارية وبالتالي القوة الشرائية لكن لما نضع الرسوم الأراضي البيضاء على الطاولة أنا أعتقد أن نحتاج إلى إعادة الدراسة والتأكد من تأثيرها طبعاً ما يختلف أنها تأثير ولكن لا يكون تأثيرها 90% أنا أعتقد أنه لا يتجاوز 20% أو 10% طيب موضوع رسوم الأراضي البيضاء ناس كثير كانوا يطالبون فيه وجلسوا فترة طويلة يقولون أنه نبغى الرسوم هذه يعني عشان تخفض العقار أنت كلامك الآن أنه الرسوم ما خفضت كثير لكن الرسوم هل هي أخذت بالكامل عشان أصلاً تخفضها وما تخفض لسه يعني الناس قاعدين يقولك يعني أصبر شوية لأنه الآن الرسوم لسه ترى ما أخذت إلا فقط 45% بس نعم لا هو خلينا نأخذ نشوف الرسوم تأثيرها عليش وكيف يقع صور العقار طبعاً نحن عندنا مشكلة التضخم في السعودية في أسعار الأراضي أسعار الأراضي تبدأ من المطورة الأساسية وتنتهي بالفرد العادي نسبة كبيرة من العقار المنتشر في داخل المدينة يملكوا أفراد فلما تأتي عن مرحلة الرسوم يعني عندنا في السعودية الوسيلة الوحيدة لتخزين المال هي عن طريق شراء أرض أو أرضين أو ثلاثة فكثير من البسطة من أفراد الشعب ينطلقوا على شراء أرض إذا جمع فلوس ثاني شراء أرض ثاني على آمل أن يبيع واحد أو يبني الثاني فأصبحت هي مستودع للأصول هذا أبو أرض أرضين نحن لا نتكلم عنه لا لكن أقصد هم أثروا تأثير كبير جدا في تدخل كل الأحياء تجد نسبة كبيرة من يمكن حدوة ثلاثين في المئة من الأحياء بيت بيتين وبينهم أرض فاضية هذه تمثل شريحة كبيرة جدا نتكلم على الجمال هذا الجمال الطبيعي هذا اللي عندنا موجود بكثرة في المدن نتكلم على رياض حدود لكن المرحلة هذه ما هي داخلة الصورة هذه ما هي داخلة في رسوم الأرض لا إذا سويت كذا بالحي اللي عندك أبدا ما حد يجيك ولا يأخذ منك رسوم لكن إذا خليتها أرض بيضة موجودة من 20 سنة في نفس الحي ما تحركت هذه مشكلة لكن كانت نسبتها لا تتجاوز 5 إلى 10% طيب حط عليهم رسومة هو صح لأنه أنت تتكلم عن 5 مليون أحيانا 5 مليون متر في حي موجودة لا هو القضية أنه لما يكون عندنا مشكلة نبغى نحل العنصر الأساسي وليس الثانوي يعني اللي يكون له دور كبير جدا ما تبغى تأتي لمشكلة وتحل العشرين في المئة وتترك الثمانين في المئة أنا أعتقد عندنا مشكلة في التطوير العقاري واحدة منها الأراضي لكن الرسوم لن تشعر بقيمتها إلا حتى تنزل إلى المربع الأخير اللي هو القطع الصغيرة القطع الكبير لا تمثل الآن إلى 10% من حجم المشكلة وبالتالي لن نتلمسها طيب الرسوم الأراضي البيضة الوزارة قدرت تأخذ الرسوم من الجميع أو الوزارة عندها مشكلة لا أعتقد ما زال في أراضي على ما أسمع إنها لم توثق لعدم تقدم أصحابه وعدم معرفة أصحابه لظروف ما لا أعرف ذلك يعني لقد تكون عندنا طبعا الحقيقة الوزارة رابطة مع وزارة العدل يعني ما في مشكلة عند الوزارة هو تظل الوزارة جهة محصلة ولا يستجهها بس عندها ربط مع وزارة العدل لنتعرف هذه الأرض حق الدكتور غازي يعرف تاريخ حتى الأرض أحيانا هو ترى شوف الآن وزارة العدل ما بدأت عملية التحويل الصك الإلكتروني إلا لمن يقدم هي محولة الصك الإلكتروني ففي أراضي ما زالت يعني خلينا نقول الآن طريق الألف ميلي يبدو خطوة يعني لا نستعجل نتائج الآن لأنه أكثر من شريك يدخل فيها لأنه المشكلة الآن الدكتور أنه الناس قاعدين يقولون أنه يعني نبغى العقار ينزل أول شيء يخف على وزارة الإسكان الطوابير لأنه إذا نزل العقار ونزلت الأسعار راح يستطيع الواحد يشتري له أرض ومن هنا ومن هنا يبني يشتري له أرض بالمساحة اللي هو يقدر عليها لكن الوضع الراهن هذا ما يقدر أبوها مراتب حتى عشر ألاف مشكلة زي ما ذكرت لك هي الأسكان عدة جوانب حقيقة الأرض تأتي واحدة نحن عندنا مشكلة في السعودية الأرض كان باستودع سيولة لجميع أفراد المجتمع فساهموا في تعاظم سعر الأرض وأصبح التمثل إلى حدود 50% من بعض الأحياء من سعر البناء البيت 50% منه في الأرض في حين الافترض لا تتجاوز 20-30% والله أكثر طبعا نعم أنا أقول لك تتصل هذا الحقيقة يعني إذا المتر عندك 1500 ريال نعم في أرض 400 تطلع بيت أتفق معك تماما كم البيت المتر إذا جيت أتكلم مقاول هو أتكلم على 1200 إلى 1500 مشطب كامل تشتيب بسيط طبعا ما هو تشتيب رائع لكس إذن تتكلم إذا عندك بيت أرض 400 طلع لك من قطعة أرض حدود 400 فأنت تتكلم على 1500 والمتر 1500 فأنت تتحدث عن 50% من سعر البيت هذا في الأرض هو يفترض أنه لا توصل 30 إلى 20 30 إلى 20% لا توصل نعم لدينا مشكلة يعني قيمة الأرض الآن لازالت غالية حتى بالنزول الموجود نعم لازالت غالية نعم نعم ممتاز لازالت غالية الحلقة المفقودة في رسوم الأراضي البيضة عدم تحصيل 55% من الناس الموجودين هل هو فقط أنه ما قدرنا نوصل لأصحابها؟ والله أنا لا أدعي عن الآلية حقية وزارة الإسكان أنا أعتقد أن يوجه السؤال لهم هم بالشراكة مع كتابة العدل يعني ليش هذا ولا ما وثقوا ليش ما قدموا هل وزارة الإسكان قصرت في إظهار يعني حدتها في موضوع رسوم الأراضي البيضة؟ لا سمعنا تصريحات كثير في هذا الجانب والله ما أدعي أنا أعتقد أنه يظل وزارة الإسكان هي جهة واحدة يعني في جهات أخرى العدل أقوى منها في الجانب هذا العدل اشتخلها فيها؟ لا لأن هي من يعرف من يملك الأرض هي من يوسق الأرض هل أنت كوزارة طلبتني وأنا قلت لك لا؟ أعتقد أن في بينهم تواصل يعني هما في اتفاقات أنا أقصد أن الشغل الطائحة بين الاثنين بين الوزارة والوزارة بين كتابة العدل ووزارة الإسكان بين وزارة العدل ووزارة الإسكان لكن أنا اللي أريد أقول أنه لن نتلمس نتائج الآن سنتلمسها في المرحلة الثالثة اللي هي الوصول لأراضي الصغير لن نتلمسها لان معينة المتحدث رأنت قلت ليسأل وزارة الإسكان المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم اللي زعلان علي من زمان كيف حالك سيف؟ الله حيك يا عبد الله أعطيك العافية ويقول الله يقويك الله يسأل لك يا حلا سهلا طيب هل وزارة الإسكان قصرت في إظهار دورها في رسوم الأراضي البيضة في الفترة الماضية ولا لا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا وزارة الإسكان منذ أن أطلقت برنامج رسوم الأراضي البيضة حدثت مجموعة من الأهجاف التي تستعد التحقيقها من خلال هذا البرنامج طبعا بكل تأكيد تم العلون أنها مرارا وذكرارا وهي زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن الأمثل بين الأراضي والطورة في سوق الإسكان أيضا توفير الأراضي السكنية في سوق الإسكان بأسعار مناسبة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع بالإضافة لإحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي السكنية الله يرغب الأثر المتحقق خلال تطبيق المرحلة الأولى من البرنامج تمهيدا لإتخاذ ما يلزم بالنسبة بس سيف النسبة ترى بس 45% اللي انتوا إلى الآن استطعتوا الوصول لهم في عندنا 55% لا زالوا ما قدرتوا تأخذون منهم رسوم أو أنه ما قدرتوا توصلوا لهم طبعا النسبة غير دقيقة أخي الكريم لم تعلم نزالة الإسكان من قبل عن تلقي خمسة أرضهم بالمئة من من طبق عليهم أو من أصحاب الأراضي الخاضعة لغسوم الأراضي البيضة النسبة ليسة دقيقة كما أثناء استداد للأراضي البيضة يصير بشكل جيد ومستوى عالي بكل تأكيد ما يهم من خلال تطبيق هذا البرنامج هو يحقيق الأحداث الثلاثة التي تم التأكيد عليها والمتمثلة بتعزيز المعروض ويحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب الرسم هو في حال عدم انتدام ملاك الأراضي بالتطبيق خلال المقدة المحددة يتم الحصول على الرسم من قبل بالإضافة إلى في حال عدم الانتدام بالسداد هناك لائحة وهناك عقوبات وغرامات على من لم يلتزموا بالسداد خلال المقدة المحددة سيف هل تستهدفون أن تنزل الأراضي من خلال هذه الرسوم؟ الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن بحيث أن تكون العراضي السكنية في سوق الإسكان متاحة وقابلة للشراء من قبل مختلف فئات المجتمع طيب سيف هم شي ما تزعل من نمس هذا هم شي بالعكس باركة وانكم دائما داعمين وشركاء وبالعكس نحن مرحبين ترك صديق قديم يعني فلا تزعل شكرا لك سيف يعطيك العافية المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان اللي كان زعلان علينا الفترة الماضية شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية أرجع لك دكتور غازي وش رأيك في كلام الوزارة؟ والله ما أخذت منه إجابة من ناحية ليش التأخير الخمسة وخمسين هذه يعني كنت أتمنى يعدين ويقول نسبة غير صحيحة طيب وكي كم النسبة الصحيحة؟ رقم واحد رقم اثنين إذا فيه بقي إن شاء الله عشرة في المئة السببب التعثر ليش ما قدرنا نوصل؟ ليش ما قدرنا نوصل؟ هذا سؤال حقيقة نحتاج منه إجابة طيب نشاكل لكم وقدر الدكتور غازي العباسي الأكاديمي والمتخصص في الشأن العمراني والمستشار العقاري شأن العقاري تحرك عشان بعد جونا وانتم مستحين أكثر شكرا لك سيدي